صباح الخير السلام عليكم في كل مكان وفي كل زمان أتمنى لكم جميعا السعادة والهناء والنعيم والرضا والسرور خاصة في هذه الأيام البركة من شهر رمضان الكريم عادة والله علينا جميعا بالخير واليمن والبركة سواء كنا من أهل الإسلام أو كنا من أهل الأجان الأخرى إن شاء الله أتمنى لكم السعادة والأمن والأمان إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن العمل الخيري أهرامات والسلالم إيه دي تدخل الأهرام لما احنا بنشوفها في مصر أو نشوف أهرامات الإنكا في بيرو والسلالم اللي هنطلع عليها دي كل يوم في بيوتنا بالعمل الخيري طبعا أنا بشكر علي الشواء لأنه أعدل أعداد الفني للشرائح ونبدأ في فكرة المحاضرة أيها المحاضرة الفكرة دي جات لي أنا كتير جدا من المحاضرات اللي أنا بحاول أعملها أو الكلمات مش عايزة أسميها محاضرات المحاضرات بيكون فيها كده يستعدها شوية الكلمات اللي بتجيلي عشان أقولها بتجيلي كفكرة أما الفكرة دي بالذات فهي جات لي صباح أحد الأيام الأسبوع الماضي وهي في نظري حقيقة مجتمعية مهنية يعني الفكرة دي حقيقة إحنا منعيشها داخل المجتمع وبيقدمها كتير جدا من المهنيين داخل المجتمع وهي قائمة على المعرفة العلمية والخبرة المجتمعية يعني فكرة تعتبر حقيقة علمية وأيمة على معرفة علمية وخبرة مجتمعية يعني إحنا نتكلمش كلام يابينه كده يعني واحد بيمخمخ كده وبينور وبينظلم وقعد إيه يقلب نفسه فيها يعني إيه أهرماته سلالم ويعني إيه الفكرة بتتكلم عنه فلسفة الفكرة يعني شباب وأنا أكلم كلكم كلكم شباب إن شاء الله بتقع دايما في إن الشباب بيعملوا إيه بيفكروا لا بد أن يمفكروا لا بد أن يمفكروا خارج الصندوق لازم لازم يخرجوا من التفكير النمطي التفكير التقليدي ده مش معنى أن التفكير النمطي والتفكير التقليدي حرام أفدا العكس في بعض الأشياء إحنا بنستفيد فيها من نمطية التفكير وتقليدي التفكير لكن لا بد إحنا نخرج من الصندوق اللي مقوقعنا داخل التفكير النمطي والتفكير التقليدي ونبع المبدأ التفكير التجريبي قام مع التجربة التطبيق قام مع تطبيق العمل الميداني في الميدان المجتمعي قام مع التفكير الذي يؤدي إلى تغيير المجتمع وتقدم المجتمع وتقدم المجتمع التفكير اللي بيؤدي إلى اكتشاف طاقات الناس فيكون خلاق كرياتيف يعني كرياتيفتي خلاق ويكون خلاقي كافة الخلاق يعني يحاول وإحنا ما نفكر في الفكرة دي إن إحنا نرى فيها كل خلق مخلوق داخل المجتمع العزم فيه يبقى يكون تفكيركم يا شباه هو إيه تجريبي بتجربوه تطبيقي بتطبيقوا على مدار المجتمع نفسه تقدمي بتستقدموا به المجتمع من مرحلة إلى مرحلة ومن جيل إلى جيل خلاق مفاعل لتقات المجتمع وأبناء المجتمع ومفجر لتقاتهم وفي الآخر يشمل خلائقي يعني يشمل يخدم كافة الخلاق اللي موجودة في المجتمع دي فلسفة الفكرة هنتكلم عنها اللي هو يكون تجريبي تطبيقي تقدمي خلاق خلائقي طيب دي قاع خمس يعني منهجنا هيكون مبنية على خمس قواعد منهجنا هيكون مبنية على خمس قواعد اللي هي هما دول القاعدة الأولى التجربية العملية زي ما بيخلش كده بعض العلماء زي الله يرحمه أحمد زويل وغيره والعلماء اكتشفوا الزر إلى آخره وعملوا تجربة على الزر ودخلوا المعمل وجربوا تجربوا عملية انشاء يطلعوا أدوية انشاء يطلعوا مساحيق يطلعوا كل حاجات دي كلها وبعدين تطبيقي ميداني يعني معناها بدأنا نطبق هذه الاكتشافات على مستوى الميدان في الشوارع في المجتمعات تطبيقي وعلى قاعدة تأخذ المخطرة بمعنى الجزافية هنا معناها إنه بنجازف بالتطبيق المجتمع ده علشان نتقدم بالمجتمع إلى الأمام لكي نتقدم بالمجتمع إلى الأمام لكي نغير المجتمع ونتقدم به إلى الأمام الثالثة أما القاعدة الربع يكون فيه إبداع ويكون فيه خلاق وإبداع يعني ما ينفعش إن أنا أفكر في فكرة ما يكونش فيه إبداع إبداع معناها إيه إن أنا بخلالة فكرتي الإبداعية إن أنا أفكر التاقات من حولي من الشباب والخمسة القاعدة الخمسة اللي يكون خلائقية ربانية يعني يكون قاعدته ربانية وهي تشمل خدمة لكافة الخلاق المجتمع في المجتمع يبقى تجريبي عملي زي ما لات كلمة قبل كده تطبيقي ميداني زي ما لات كلمة قبل كده تقدمي تغييري جزافي يعني ياخد مخاطرة وبعدين خلاق إبداعي زي ما قلت قبل كده وتحفيزي وفي الآخر بيكون قاعدة الأسية بتاعته اللي قاعدة ربانية تتكامل مع الأربعة القواعد أخر كل هذه القواعد يا شباب بتمثل فكرة بناء الأهرامات اللي هنأتكلم عنها بعد كده تمثل فكرة بناء الأهرامات نتكلم عنها بعد كده هو اللي بتجعل مرء مننا بيرتقي من هرم إلى آخر فكريا وفلسفيا وعمليا نحن بس الأهرام بتاعتنا مش هكون مبنيا على العواطف فكريا وفلسفيا وعاطفيا مبنيا على قواعد التجربة العملية والتطبيقية الميدانية والتقدمية التغييرية الجوزفية والخلاقة الإبداعية التحفيزية والتكاملية التشاركية الربانية طيب دي اللي هي فكرة فلسفة الفكرة اللي احنا بنعملها منهج لبناء كل هذه الأهرامات عندنا ستة أهرامات ستة أهرامات مش ثلاثة مهمة في الجيزة أول حاجة هو الهرام العاطفي مبني على العواطف تاني حاجة اللي هو الهرام المجتمعي التراحمي المبني على بناء المجتمع وقوارة المجتمع السليمة تأتي هرام هو الهرام الفكري الفلسفي ربع هرام هو الهرام التموحات والأفاق والأبعاد خمس هرام هو هرام المجرات والعوالم والكواكب الخارجية سادس هرام هو هرام العلم اللدني هرام العلم اللدني ثم تستوالى معرفة الأهرامات المعروفية المتناهية داخل الأكوان المطلوبة للأطراف يبقى عندنا ستة أهرامات ولا يتوقف اكتشاف أو إنشاء أو بناء الأهرامات فيما بعد أنا معاطفي مجتمعي وعن ذكري فلسفي طموحي استشرافي مجرات وعوالم أخرى وعرام العلم اللي دوني يعني إيه كلام ده كله؟ يعني إيه كلام ده كله؟ أدي ستة أهرامات اللي قدبنا هون ودي الشاب اللي هو زي كلكم كأنك انت واقف هنا هو بتشوف بالمنظار اللي في إيدك ده يعني انت فيه أهرام بعد ستة أهرامات دول يعني إيه حرم انفعالي؟ حرم انفعالي اللي هو حرم الإنساني بتاع العمل الإنساني اللي احنا نقوم به يكون فيه حصلة كارثة، حريقة، نزوح، لجوء شروط، اقتصاب، قتل وهكذا بيهب المجتمع، بيهب المجتمع، بيهب الناس والجيران إلى آخره بالعواطف انفعالية اللي كي يساعدوا وإحنا في الهرم الأول ده نجحنا نجاح غير عادي أنا أتكلم دلوقتي عن مؤسسات العربية ومؤسسات السلامية في العالم العرب الإسلامي نجاح نجاح غير عادي في الهرم الإنفعالي وأصبح لنا مؤسسات بسم الله ومشأ الله تعتبر بتجمع مليئات الملايين أو مليئات من الدرات أو من الريالات أو من الدراهم إلى آخره طيب، الهرم الإنفعالي ده ما بيخش في التفصيل يعني بيقوله الله في حرب معينة زي ما سمنا في سوريا إحنا محتاجين حصف في نزوح داخل سوريا سبعة مليون يبقى أن أكل سبعة مليون بيخش في العموميات يبقى الهرم الإنفعالي إلى هرم الأولاني لو أن الإنفعال ده هو هرم العموميات ما بوجه خصوصية هرم العموميات اللي كل فرد من أبناء الوطن والمجتمع ممكن إيه يستطيع أنه يدلي بدلو فيه ده الهرم الأول أما الأمور بتستقر شوية يبتجي الإنسان يبص في المجتمع أنه عايش فيه فإبني هرم آخر هرم قائم على المشاكل اللي بتمثل كل شخص لائل داخل المجتمع مشاكل مجتمعية للأطفال للنساء للمياه للصحة للتعليم لكل هذه المشاكل بنتكلم عنه للمناخ إلى آخر يبقى الإنسان يفكر ويبقى إحنا بنرتقي من هرم الانفعالي اللي كل ناس بخش فيه عفويا إلى هرم الاجتماعي اللي بيبني القاعدة المجتمعية اللي بتواجه اللي بتواجه كل مشكلة داخل المجتمع بالهرم الثاني أنا عدي من الهرم الأول إلى الهرم الثاني كأننا بنرتقي من المرحلة الابتدائية المرحلة إيه الإعدادية المرحلة الثانوية مثل ما بعد كده هو ده بيكون في الهرم التلاحمي اللي بتتكلم عنه هؤلاء الأمر اثنين ده بيكون فيه أكثر تخصصية وكأنك أنت خرجت من كلية الطب أصبحت في الهرم الأول طبيب عام ممارس عام وبعدين بعد كده عبقت يعني إيه زي ما تقولك إيه جراح عام برضك تعمل إزاي ده تعمل مصران تعمل كده تعمل كده حاجات ليه ما فيش تخصصات كبيرة جدا أو جراح عظم ما فيش تخصصات بقى في العظم لو أحد يجليك كسرت بتحطوله كبيرة بتشد العظم إلى آخر وبعدين نتلقى أكثر الهرم التالت اللي بيكون أكثر انتقائية في التخصصية أكثر انتقائية في التخصصية معناها إيه معناها المجتمع نمى المجتمع نمى واستطاع أنه إيه يحول العمل الاجتماعي على قاعدة المجتمع إلى عمل لبناء القيادات من أبناء المجتمع وده بيحصل إمتى لما تكون المجتمعات دي مستقرة وتكون المجتمعات دي فيها حرية وكل المجتمعات دي فيها عدالة اجتماعية وكل المجتمعات دي يعني راسخة وثابتة ما فيش أي مشاكل فبنخرج من العاطفية المفعالية إلى التراحمية المجتمعية لأننا بعد ما نستقر لمجتمعاتنا كده هو بننظر كيف نصنع القيادات القيادة بتكون انتقائية من خلال اللي هو الفكر والفلسفة والمعرفيات الفكر والفلسفة والمعرفيات اللي هم يطلع منها مثلاًا pues نتكلم في الهرم الأول ملايين الناس ممكن تشترك فيه الهرم الثاني ممكن يكون عشرات الألاف من الناس يشتركوا فيه الهرم الثاني اللي هو القيادة ده اللي بيطلع لنا القيادات ده ممكن يكون مش عشرات الألاف يمكن مئات من الناس بس يشتركوا فيه لأننا نركز على اللي هي الكوادر التي نستطيع أن نصنعها فيها تصبح قيادات المستقبل في داخل مجتمعنا ده حينما تستقر الدولة حينما يكون فيناك مساحة الحريات حينما يكون فيناك على العداء عداء الكترمائية ومستوى وحينما تستقر أو تكون فيه أمن وسلم وسلام المجتمعين لن أبدا 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 يتحرك الهرم التاني والتالت إلا إذا استقر المجتمع وإلا إذا كان فيناك مساحة الحريات والشورى داخل المجتمع حينما يعني يصبح نص الهرم التالي هو الهرم الفلسفي نحن تكلمنا عنه قبل كده هو سمناه اللي هو الهرم الفلسفي الفكري هؤلاء بقى القادة أو القيادات اللي احنا ربناها في الهرم التالي دول حيبن المجتمع من الداخل وحيكون المجتمع من الداخل وفي نفس الوقت حيحول المجتمع ده إلى مجتمع متأجد بالطاقات والإطرحات والتقدميات وحينتقل من مجتمعهم إلى مجتمعات أخرى سواء كان في الدول المجورة أو في مجمع أخرى ثم ينتقلوا بعد كده بتفكرهم العالي واستقرار وطنهم كما يحدث الآن في أمريكا ويحدث في الصين ويحدث في روسيا ينتقلوا إلى الكواكب الأخرى إلى الكواكب الأخرى ليه؟ لأنه في دولة مستقرة فيها أمن وسلم وسلام وأمان مجتمعا فانتقلوا بتموحاتهم إلى أنهم يخرجوا خارج الدولة بتاعتهم يخرجوا خارج الدولة بتاعتهم ليه؟ لأنهم ما بيفكروش داخل الصندوق بالطريقة النمطية اللي احنا كلمنا عنها من الأول فخرجنا من الفعالية اللي هي تعتبر بسيطة جدا اللي هو العموميات للتخصيات للانتقائيات للتموحات في التموحات دي نخش المجتمعات اللي حوالينا من جلالنا ثم بعد كده بننطلق للكواكب الأخرى والعوائم الأخرى الخارجية خالص 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 برة ليه؟ لأن فكر الإنسان لا يتوقف لا يتوقف على الإطلاق إن أعطي الفرصة ليفكر ويبدع في مساحة الحريات المتاحة لهم والاستقرار الأمني داخل بلاد أما في الحالات اللي هم نتكلم عنها دي ما فيش استقرار أمني في كثير من الدول خاصة دول العربية والإسلامية فالهرم الرابع والثالث مش موجودين وبنحاول نبني الهرم إيه؟ التاني التموحات دي بقى بتخدني فين؟ أمريكا بتعمل إيه؟ بتطلع عن مجرات فور يعني عطارد مشتقر إلى آخر إلى آخر إلى آخر شو بقى الكواكب الأخرى تشكفها لأن فيه إمكانيات فيه قيادات فيه علوم فيه أمن فيه أمان إلى آخر بعد ما تستقر في الهرم التموح إنه أنا مربعة ده ونطلع لهذا الكوكب بنخرج من هذا الكوكب إلى كوكب آخر يون هرم السياحي نسيح بين الكواكب والمجرات حتى نكتشف العوائم الأخرى التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا يبقى خرجنا من الفزعى إلى أننا نسيح بين الكواكب والنجوم والمجرات والشموس والأقمار لذلك يا شباب ما تفكروش داخل الصندوق ما تفكروش داخل الصندوق وبعد كده هو ننتقل الهرم أكبر وأكبر 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 اللي هو هرم إيه؟ اللي هو هرم العلم اللدني وله لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن كان من المخلصين المؤمنين العاملين المفاعلين اللي مشيوا في مسيح بناء الأهرامات المجتمعية اللي هم نتكلم معنا العلم اللدني ده لا يعطى لأحد إلا من كان مؤمنا بأن للكون إله وللكون رب وللكون مدبر وهو يعمل من أجل إنقاذ البشرية فالله سبحانه وتعالى يعطيه جزء من العلم اللدني كما أعطى هذا الجزء من العلم اللدني لسيدنا الخضر عليه السلام حينما يوم الأيام سيدنا موسى قال اعتقد أنه أعلم أهل الناس أهل الأرض فربنا معطله سيدنا الخضر يعلمه فقال له هل أتبعوك على أن تعلمني رشدة مما علمت رشدا فقال له تعلمك إيه أنت مش ممكن حتى تصبر علي مش ممكن حتى تصبر علي لغاية لأنه ربنا سبحانه وتعطى الخضر علمي من علم الله اللدني الذي استطاع به أن يعلم موسى اللي هو النبي فما بالك إحنا يبقى هرم من فعالي العموميات تلاحمي في يعني بدأت خصيات بعدين فلسفة في الانتخالات ثم طموح خارج هذه الأعرامات إلى الخروج خارج مجتمعاتنا إلى مجتمعات أخرى أو كواكب أخرى ثم بعد كده نسيح بين كافة الكواكب والنجوم والمجرات وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعطينا منه علمي اللي دوني ما يعطينا ثم بعد كده لا تتوقف هذه الأعرامات لا تتوقف على الإطلاق لا تتوقف ولم تتوقف على الإطلاق كيف نتسلق هذه الأعرامات في عندنا بقى السلالم عندنا 11 سلمة عن طلعها أهم 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 سلمة هتكده السلالم يا أهم سلمة عندنا دي ما انتم شايفين تحت كده دي درجة الحرية إذا كانت الحرية موجودة في المجتمع هنستطيع نصل لأبعاد ودرجات تتكشف لنا كل حين لكن لو كانت الحرية غير موجودة لن نستطيع نصل نطلع 11 درجة دول ونطلع لل7 عرامات يبقى أهم شيء عندنا هو الحرية الحرية والحرية لا تمنع ولا تهدى ولا تعدى ولكنها تنتزع انتزاع من الاتقاء ومن الفسد من الحكام إلى آخر الدرجة التانية والسلمة التانية هي درجة الإيمان أصبحنا أحرار فنؤمن بما ندلول أن نؤمن به فهنا مش بنتكلم عن نجيم معين بنتكلم عن حرية الإنسان في الإيمان بعقيدة هو أو هي بتعتقد أنها صالحة لها ثم بعد كده الدرجة التالتة اللي هي بناء الأسرة والأسرة دي أهم 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 مؤسسة مجتمع مدني داخل المجتمع انفسدت فسدت المجتمع كله وانصرحت صالحة المجتمع كله لليه منشأ الأجيال القادمة والمحافظة على الأجيال الحالية والمؤطرة لإنجازات الأجيال السابقة الدرجة الرابعة من الدرجة التعليم والتعلم التعليم والتعلم يعني العلم هو الأساس كل شيء العلم بكافة أنواع العلم والتعلم 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 معناها هي الحركة الإيجابية للحصول على العلم وليس الحركة السلبية لترقي العلم والمعلومة الحركة الإيجابية دي بتجعل الإنسان يسافر من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة ومن قرر إلى قرر لكي يحصل العلم وتجعله يصبر صبر الأيوب لكي يتحصل على العلم ولا ينامه من طلب العودة لصهر الألي ومن ينامه أبدا إلى أن يحصل العلم ده هو التعلم يختلف جدا على التعليم وفي الجزء ده في التعلم والتعليم أنا أشير إلى أحد اللغات وهي أعظم وأثمن وأغنى وأغلى اللغات في الأرض هي لغة العربية أنا أتحيز لها مش لأن أنا بتكلم لغة العربية أتحيز لها حقيقة لا يدرك معناها أبنائها والأسف 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 أصبحنا الآن مش عارفين نتكلم لغة العربية وأنا أقول لها حقيقة حتى لغير العرب لماذا؟ لأن اللغة العربية أغنى لغة في منطق القول أغنى لغة في منطق القول والفهم والمعرفة والبلاغة والفكر والثقافة وبناء الملكات الإبداعية والتصور ووضع الرؤى أغنى لغة أغنى لغة ونتحدى من يكون أن هناك لغة أغنى من هذه اللغة العربية اللي هي أن أغنى لغة في منطق القول والفهم والمعرفة والبلاغة والفكر والثقافة وبناء ملكات الإبداع والتصور والرؤى ده اللي هو السلمة الرابعة بعد كده نخش على الأخلاقيات ما فيش مجتمعات ضغير الأخلاقيات ما فيش حضر من ضغير الأخلاق ما فيش نهض من ضغير الأخلاق يعني أخلاقيات نرجع الثاني الأخلاقيات ليه الاحترام والتقدير والتضحية والعرفان بالجميل زي من 30 نمرة الخمسة والتواضع والصبر والمصابرة والكرم والجود والإثار والحب كل حاجة إليه إحنا بنحطها وإحنا بنطلع السلالم هذه لكي نبني نحرم المجتمع عندنا طلنا على السلالم لابد يكون عندنا أخلاقيات ليه من الاحترام والتقدير والتضحية والعرفان بالجميل والتواضع والصبر والمصابرة والكرم موجود والإيثار والحب المرحلة السادسة بتكون الحراك للمجتمع أساس الحراك في أي مجتمع في العالم حتى ما بين الحشارات والحيوانات والطيور هو التواصل والتعارف التواصل والتعارف يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكرا وأنثى وجعلناكم شعوبة مقبارة لإيه؟ لتعارفوا إن أكرمكم من ذلكات فقط التقوى دي بنجتعتك أنت لكن أصلاً لدي تتعارف على الوقت يبقى أهم شيء في أي حراك مجتمعي هو التواصل لذلك كل الحكومات التغاة اللي هما الفسدة تمنع التواصل بالأبناء الشعوب دي 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 الدرجة السادسة في سلم بناء الهرم المجتمعي التواصل وبعدين التعارف وبعدين التشابك وبعدين بناء الجسور وبعدين بناء الثقة وبعدين بناء الشراكات وبعدين تمكين المجتمعين للأفراد وبعدين بناء القيادات المجتمعية يبقى التواصل والتعارف والتشابك وبعدين الجسور وبعدين الثقة وبعدين الشراكات وبعدين بناء القيادات المجتمعية دي اللي يعني الخطوة أو السلمة السادسة أو الدرجة السادسة في بناء المجتمع اللي بدأ من الحرية نمرة سبعة بتبقى بناء مؤسسات مجتمع المدني مؤسسات دولة وتبعاً كنا احنا عارفين والكلمة عنها كتير جداً قبل كده اللي بتصنع بعد كده الثقافة والتاريخ والفكر المعرفي في المجتمع المجتمع واللغات إلى آخرين نمرة سعى بقى كل ده بيكون ايه بقى؟ بعد ما وصلنا في المنصير للدرجة التمنى أو السلمة التمنى حتى نايد كل حاجات دي حتبنين ايه؟ الشخصية الخلاقة الخلاقية المجتمعية الشخصية الخلاقة يعني المبدعة الخلاقية يعني تؤمن بخدمة كافة الخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقهم عشان احنا ايه نخدمهم المجتمعية وبعد كده تؤمن ايضا بنقل العلم والمعرفة للأجيال المختلفة والمجتمعات المختلفة يعني لا يكون حكراً للعلم على جيل غير جيل او مجتمع غير مجتمع او ثقافة غير ثقافة لا كلنا ننقل المعرفة لأبناء المجتمعات الأخرى وبعد كده هو تتكلم عن التجول بين المجتمعات والتعرف عليهم والتعلم منهم ونقل المعرفة إليهم ونشر معناتهم مزودة عنهم يعني شوفنا احنا ما بدأنا بالحرية والإيمان وانتهينا بالدفاع عن المجتمعات لكن أساسها 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 الحرية زي ما احنا شايفين هنا في السلم نحنا شايفين طلعين فوق من الحرية والإيمان والأسرة والتعليم والأخلاقيات والحركة المجتمعية والثقافة والتاريخ والفكر المعرفي من المؤسسة المجتمع المدني ومساة الدولة من الشخصية الأخلاقية المجتمعية لنقل العلم والتعلم والتعليم والآخرين التلقب بين المجتمعات والتعرف عليهم والزود عنهم أبعاد ودرجات تتكشف لنا كل حين ده اللي هو السلالم أو درجات اللي احنا هنطلعها كل حين في أسئلة بقى مؤلمة هنا ده نازم أسأل نفس بياها وأسألكم منتوا بياها الواحد مننا هيسأل نفسه وقول ايه طيب احنا كأمة عربية وأمة إسلامية احنا وصلنا لأنه هرم من 6 أهرمات دول نرجع نشوفهم تاني نحن في هرم انفعالي ورم تلاحمي فلسفي طموحي سياحي لدني وبعدين متواليات أخرى والأسف يا شباب والأسف احنا مقفين ما بين الهرم الانفعالي الأول والهرم التلاحمي المجتمعي التاني ما خرجناش لكي نكمل الهرم المجتمعي التاني ليه لأنه في غياب الحريات والتضييق وتضييق على الإمكانيات والشباب والطاقات وإهدار الطاقات بتاعت الشباب ها لن نستطع أن نصل للهرم التالي وصناعة القيادات التي تستطيع أن تأخذنا بتموحاتها إلى الكواكب الأخرى أو المجتمعات الأخرى أو المجردات الأخرى يبقى الأمة العربية والإسلامية وقفنا بين الهرم الانفعالي الأولاني ولذلك احنا كلنا ايه شاطرين جدا في جمع المال عشان سوريا جمع المال عشان اليمن مصيبة جمع المال عشان في كارثة لكن تعالوا نبني مجتمع تعالى نعمل أبحاث تعالى نعمل مناصرة تعالى نبني قيادات تعالى نعمل أطمرات مفيش تعالى نعمل حاجات ليه يعني كتكتلات كتكتلات مفيش ليه لا مفيش حرية مفيش حرية مفيش حرية فذلك بالنسبة للأهرمات في المنطقة دي كلها هي وقفة زي ما تشوف أنتوا السام الأحمر ما بين الهرم الانفعالي والهرم التلاحمي الاجتماعي طيب شوف بالنسبة للدرجات لأننا طلعناها في السلالم نحن في أول درجة نحن بنقاتل من أجل الحرية بنقاتل من أجل الحرية اللي لم تجد حرية لن نستطيع سعود الدرجة لن نستطيع سعود الدرجة لن نستطيع سعود الدرجة والأسف كل واحد فينا يتدور على نفسه أين هو وأين هي من هذه الدرجات قد أكون مقتر لأنه ما فيش حد فينا يتكلم كلام منزل من عند ربنا سبحانه وتعالى كودي اكتهادات كودي اكتهادات وما الحل إذن؟ الحل هو بناء مسيحة الحرية مهما انكلفتنا مهما انكلفتنا بانتزاعها انتزاعا من براثن الشيطان الذي يحكم البلاد بناء مسيحة الحرية مهما انكلفتنا انكلفنا أوقات أرواح آهات آلام مهما كانت لابد أن تبنى مسيحة الحرية ولابد أن تضع تستثمر فيها طاقات الشباب أنا خلصت سبع أهرامات أو ستة أهرامات وخلصت اللي هو السلالم إحنا فين دلوقتي بقى؟ الرسالة إليكم يا شباب في الآخر نتكلم عن إيه؟ نتكلم مع بعض عشان نشوف إحنا نرسلنا فين؟ إيوه الشباب اللي نعلم وأنا على يقين أنكم أكثر مني علماً أن الحياة وفي الحياة تموحات ولا تستمر مسيرة حياتنا لا تستمر على ظهر المامورة لا تستمر بدون تكريس المحاولات لتحقق تموحاتنا لن تستمر لأحنا كلنا ربنا خلقنا تموحين يختلف درجات تموحاتنا من شخص لشخص يعني الحياة مليئة بالتحموحات وقيمة على التحموحات يا الشباب اللي أعني لنعلم أن قائد التموح هي أول حاجة العلم والمعرفة التجربة والخبرة الرؤية والأمل المحاولة والنجاح أو الفشل الاستيعاب وتصحي المصار مع الصبر والعمل والجد من الهمة ده هو قاعدة تموح مفيش تموح من غير تنظيم لي مفيش تموح من غير تأتر لي مفيش حد أقول لك أنا تموح وبعدين هتعملها إزاي كيف نبني منظومة تموح على قاعدة العلم والمعرفة التجربة والخبرة الرؤية والأمل المحاولة والنجاح أو الفشل الاستيعاب وتصحي المصار مع الصبر والعمل والجد من الهم ده هو قاعدة التموح عشان نبني مسير التموح تغير المجتمعات وتتقدم المجتمعات فلا تموح سمعيني يا شباب فلا تموح بعشوائية تموح ما يجيش أبداً مع العشوائيات أبداً 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 لا يتحقق التموح مع العشوائيات ولا نجاح بلا علم لا نجاح بلا علم ولا نجاح بلا علم ولا تقدم بلا خبرة لا تقدم بلا خبرة اسأله أهل الذكر ولا إنجاز بلا محاولة وتصحيح بالأعتراف بالخطأ أنا أخطأ لما أنا قلت لكم مرة مرات لكن عندي محاضرة وسميتها عوراتي لأنني أخطأت فيها في العمل وأتصحيح بالاعتراف ولا رؤية بلا عمل كان حق العمل أرجع مرة تانية أقول إيه مفيش تموح مع عشوائية ولا نجاح بلا علم وأتقدم بلا خبرة ولا إنجاز بلا محاولة وأتصحيح بالاعتراف ولا رؤية بلا عمل كان حق العمل إذا بالنسبة للتموح يا شباب أنا عايز أغير حال الأمة كلها والعالم كله وبعدين هتغيره إزاي إزاي تعالى نخش في التفاصيل فإن عشنا أيها الشباب على أطلال البابا وماما وجده والحضارات الإسلامية والحضارات العربية وكذا 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 لو عشنا على أطلال الماضي وأنجزه الآباء والأجداد فلن نتقدم في مسيرتنا قيد أمنا أبدا لن لا ولن نتقدم في مسيرتنا أبدا هنقعد إحنا عادين زي مثلا كنتنا بقعد في جلسات التعطقات الناس لما يمخمقوا بقى وهم بيدخانوا بقى ويقضوا التعطقات بينوروا من فوق وجلسات بتاعت الشيشة وجلسات بتاعت الحشيش ويبالبعت الأفيون ومضغى الأفيون إلى آخر أو ضرب البنج وإيه إلى آخر وإيه يمخمخوا كده ويبصوا يا السلام حل المساكل له قاعد كل ده كلام فارغ فإن عشنا أيها الشباب على أطلال الماضي ومنجزه الأباء والأجداد فلن نتقدم في مسيرتنا القاعدة أمولا أبدا 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 لابد أن نكون واقعيين ليه؟ لأن أجواءنا دول وأجدادنا دول لو كانوا عايشين معنا الآن نغيروا لنا مسارات تاريخ المستقبل مش هيعودوا ساكتين مش هيعودوا ساكتين هيعملوا لو ما عملوهم من ألف سنة عملوا خمسمائة سنة عملو متين سنة عملو متين سنة نغيروا لنا فيها مسارات تاريخ المستقبل لأن تتنعم به الأجيال لأن دي طبعتهم القدرة على التغيير والقدرة على القيادة والقدرة على الإبداع وما قاعدوا يتحدثوا عن أمجاد أسلافهم ومهمة ومبرضة كلم أسلاف اللي يقولك أصلحنا من دولة عظيمة حضرتها بأس 7000 سنة طبعا أنت عملت إيه؟ أصلحنا من دولة عظيمة حضرتها 4000 سنة طبعا أنت عملت إيه؟ أصلحنا من دولة عظيمة حضرتها فتحت الأندلس وانتشر العلم بتاعها في أوروبا طبعا أنت عملت إيه؟ أنت عملت إيه؟ لأن الفتاة من قاله كان أبي ولكن الفتاة من قاله ها أن ذا ونعيشنا داخل منظومة الفقايقعة عرفين الفقاعة أو البلونة أو الفقايقعة الحاصة بقى يا سلام أشوفوا عملوا فينا أصلوا لستعمرونة أصلوا لهم عملوا كذا وكذا وكذا طب خلاص بقى أنت عملت إيه؟ ما تقولش هم عملوا إيه؟ أقول أنا عملت إيه؟ ونعيشنا داخل منظومة الفقايقعة الندم والحصرة فتأخذنا هذه الفقايقعة إلى فقاعة التي عارفين التي دا معنى إيه؟ فاكرين يا شباب لما سيدنا موسى راح يكلم ربه سبحانه وتعالى بعد ربنا مدام المعجزة الكبرى وعدى البحر في بني السرائل كلهم وشافوا كل حاجة ورجع سيدنا موسى لهم يعبدوا العجل ودعا عليهم فراحوا في التيه أربعين سنة تيه أربعين سنة وللآن محدش عارفين قبر سيدنا موسى عليه السلام في التيه فلو عيشنا احنا داخل منظومة فقايقعة الندم والحصرة فستأخذنا هذه الفقايقعة إلى فقاعة التيه الكبرى والتي اندثرها بداخلها إيه بقى اللي اندثرها بداخلها بقى؟ ناس زينا احنا على عديد من أبناء الأحلام والآمال والرؤى الذين عجزوا عن تحولها إلى أفعال وإنجازات وأرقام كانت سوف تكلفهم إيه بقى؟ لأن فيه تهغية قاعد فيه فرعون قاعد فيه نمرود قاعد فيه نيرون قاعد فيه أمان قاعد تعذيب وقتل واتقال وتشرير وتهجير وتصفية جدرية بداخل جوابات السجود زي ما حصل للعلماء أبلي كدروا والأنبياء والرسل إن حولتها فهم قالوا خلاص آثار السلامة فراحت أحلامهم وأأملهم في جرستهم الخاصة اللي ما عملوش فيها حاجة وأصبحت الأحلام دي سودا لأنني أعلم أيها الأحباب دي رسالتي للشباب عشان أنا أمطول الرسالة النهاردة لكم أن الدنيا لا تطلب بالأمان يا أي أنا نعمش الدنيا دي إزاي إزاي هتمسكها مش بالأمان بالعمل ولا تلهث كنوزها ورانا بنتصور شوف يا أخي لو إحنا قاعدين كده والدهب بتاع مش عارف إيه جالنا والفده من هنا جحيلك إزاي وانت قاعد وتفيه في أعماق البحر والمحطات اللي حواليها دي لفيها لقلق ومرجان وكذا وكذا وحاجة اسمها أبيل ساموه إيه اللي هو الأزرق الاختصاد الأزرق زي ما كانوا بتكلم عنه قبل كذا وانت مثلا بلد زي مثلا المملكة العربية السعودية عندها شاطئ البحر الأحمر مصر عندها أبيض وأحمر ليبيا عندها ألفين كيلو البحر الأحمر وها كذا وانا فيه حاجة اسمها الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأزرق دي لأنه وانا ما استغلناها حنطلق بالتصور بتعودش بالتصور والتحدث حيجي لك الكنوز بتاعت اللي هي الاقتصاد الأزرق أبدا ولو تلهت كنوزها ورقنا كنوزها بالتصور ولو تفتح علينا بداخلها أبواب العز والسلطان بتتسمر بقى والتسمر دي ما قلت بكذا والله في الجلسات اللي كنتبعد فيها دي مع الشباب اللي هم الجلسات الدخانية دي هبصوا على الناس انتو بتفكروا في ايه احنا عادين فوق ضلمة وكلام كبير قوي 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 ما بينتهيش بسم الله ما شاء الله والوحب يطلع فوق فوق السحاب ويلف السحاب وانا يلف مع السحاب هم يلف مع السحاب أبواب العز والسلطان لن تفتح لنا بالسمر والتسامر ولن تؤذرنا الملائكة وترضى عنا فيها الخلاق إلا لعملنا كذلك يعني لو احنا عادين الملائكة والخلاق يوقف مع جنبنا لابد أن نفعل التالي عمل إخلاص تجرد توضع بذل تضحية عطاء عفاف محاولة إصرار هل قلتك كم نقطة دي؟ عمل إخلاص تجرد توضع بذل تضحية عطاء عفاف محاولة إصرار عشر نقاط خلاص؟ عشر نقاط هنقوم بيهم خلاص؟ الملائكة هتشعر بيه ازاي؟ هننتحك على الملائكة هننتحك على الخلاق الأخر اللي شايفانه وأحنا مش شايفينها لا هتشعر بيه من قوة وأعداد نباضات القلب شايفين قلب ده؟ هيشعروا به من قوة ونباضات القلب بتاعنا فهيشعروا إن إحنا مهتمين ومهمومين فحيسيروا حوالينا فيسيروا من حوالينا وأيدينا مدفعين عن نجاح مسيرتنا مدفعين عن نجاح مسيرتنا المجتمعية ويتيحلم برؤيتها على حقيقة الواقع كافة الخلائق ستشعر بين الملائكة والخلائق من قوة وأعداد نبوضات قلوبنا فسيسيرونا من حوالينا وأيدينا لنا مدافعين عن نجاح مسالاتنا المجتمعية ويتيحلم برؤيتها على حقيقة الواقع كافة الخلائق ننتقل بقى من المجتمع على الأرض اللي احنا كنا فيه لمجتمع تاني يا شباب إن التنقل بين المجرات والأفلاك والكواكب والنجوم والشموس ومعارفة هندسيات أسرار بناء هذا الكون الفسيح لن يعطيها الله سبحانه وتعالى إلى من كان قبلنا مش حديدها لقد حد أبدا الألحن في القناة أتكلم كلام حلو كده كلام معسول كده زيبت على السينما فنانين الجمال كده مش حديدها لهم مش لانا ضدهم لا لأنها مش في الكلام بل سوفي عطيها لمن للأخلص في العمل والأكثر حرصا عن التضحية والقائم على منظومة التدافع الإيجابي المحققة للتطور المجتمعي بإيه؟ بالعلم والمعرفة والتطبيق التجربي التجريب والإيمان أولا تاني ربنا مش حديدها لواحد إيه بيكلم كلام حلو كده نسكرة أوليها سلام الله زود ما هيش أغنية ما هيش شعر ما هيش حديدها لكنها عطيها لمن ربنا سبحانه وتعالى هيعطيها الأخلص في العمل والأكثر حرصا عن التضحية والقائم على منظومة في منظومة هو وقف عليها بتدفعه المنظومة اسمها إيه؟ منظومة التدافع الإيجابي المحققة للتطور المجتمعي بالعلم والمعرفة والتطبيق التجريبي والإيمان برضا أرجعوا للإيمان مرة ثانية أو ثالثة أو ربعة أو خمسة أو عشرة أو مية الإيمان بإيه؟ أيها نتكلم بقى الإيمان بإيه؟ الإيمان بأن الحياة أركان للحياة أركان زي البيت كده شايفين أود أن قعد فيها كده؟ أدركنا هو وأدركنا هو عشان توقف العاميد للحياة أركان لابد أن نبنيها لماذا؟ لمن؟ ليه؟ لإسعاد الأحياء أن الحياة أركان لابد أن نبنيها لإسعاد الأحياء أن الحياة مسيرات لابد أن نسلم فيها زمامات الأمور لقال يعني أنا ما عودش قائد طول عمر متبقاش الراية كده في إيدي طول عمر مسكها كده شايفين كده؟ قادي الراية استبقاش أنا وأنا ماشي ورفع الراية في إيدي أكون معايا شباب بسلمهم من الراية قبل ما ممشي وقبل ما موت لشان يكونوا قادة وأنا موجود أن الحياة مسيرات لابد أن نسلم فيها زمامات الأمور للأجيال أن الحياة مدلولات أطر ومدلولات لابد من اكتشاف كينونة تطبيقاتها المعرفية لابد نكتشفها نكتعد في اكتشاف مدلولات كينونة الحياة إن الحياة دورات سايكلز سميها ترفع الأطقياء المخلصين العاملين العالمين وتخسف ترفع فيها الأطقياء المخلصين العاملين العالمين وتخسف بداخلها المنافقين من التغاور الفسدين ولا وبعض الحين يعني يخيل إليك إن الفسدة اللي موجودين حاليا بكل مكان وإحنا شايفينهم تملكوا الدنيا أبدا جول في جهنم قاع جهنم تدرك الأسفل من النار والأطقياء المؤمنين المخلصين آتون بإذن الناس وإن الحياة عجائب فيه عجائب كثير جدا يعني من عجائب الدنيا سورة السنة العظيم حضاق المعلقة في بابل الأهرامات في الجيزة في حاجات تانية برضا موجودة بسها مش فكر سبع عجائب دون وإن الحياة عجائب وهي العجائب دي الجزء لا يتجزأ من عجائب الجنة أو جنان ما يجوز يتجزأ من عجائب الجنان التي خلقها الله للمتقين من عباده المتقين من عباده من أمثلكم أنتم التي كلما كتشفنا فيها عجيبة قادتنا هذه العجيبة إلى عجائب أخرى حتى يتجزأ من حياة حتى يرسل الله الحياة وما فيها وما فيها وما عليها فيرينا فيما بعد عجائب أخرى أعداها لمن أحبهم من عباده المخلص يعني لن تنقضي لن تنقضي ولا تكتمل وعجائب الله سأكد في الدنيا أو في الآخرة وأن الحياة التي نعيشها أيها الشباب الحياة هذه هي منظومة مركبة معقدة من التداخلات الهندسية المتجانسة والتي تسبح في محيطات أجواءها وأعماق بحرها كافة الخلائق وفق النظام هذا النظام المبهج البديع والذي وضعها خالق الحياة التي نعيش بداخلها تفحيحها عاملة إزاي؟ تحوالي بعد كده لمنظومة مركبة معقدة تداخلات الهندسية المتجانسة والتي تسبح في محيطات أجواء وأعماق بحرها كافة الخلائق وفق هذا النظام المبهج البديع والذي وضعه خالق الحياة لذي نعيش بداخلها فلندرك أيها الشباب وأنتم من أعلم إن شاء الله وإن شاء الله بأن دوركم هو إيه؟ هو إدارة شؤون الحياة دي شؤون الحياة ليس وفق نظرياتنا تخيانها نحن من الجلسات بتاعتنا بتاعت الشيشة والحاجات دي كلها بل وفق محاولاتنا الدائمة لماذا لاكتشاف نظم الحياة مين عملها؟ التي وضعها الخالق خالق الحياة وصاحب هذه النظم التي وضعها لضمان استمرارية مسارة الحياة داخل المصارات الهندسية التي حدلها لها وهذا رجعنا مرة أخرى يا شباب إلى عمرين مهمين يبقى نظري يا شباب أن دوركم أنتو هو إدارة شؤون الحياة أنتو يحددوا شؤون الحياة وفق نظريات مش من تخياننا نحن بل نظريات نحاول نكتشفها تشاف نظم الحياة التي وضعها لخالق الحياة وصاحب هذه النظم التي وضعها لضمان استمرارية مسارة الحياة داخل المصارات الهندسية التي حددها إلىها وهذا رجعنا مرة أخرى لأمرين مهمين إيه ما بقى الأمرين مهمين دون أولا الإيمان بإيه بأن الحياة دي والأكوان خالق شر علىها كل القوانين والنظم التي عاجزها وسيعجزها نكتشفها العلم والعلماء ولو كان العلماء دون بعضهم وبعض نظيرا وهذا ما نسميه بالعلم لدني في علم لدني في علم علمي ربنا سأسمعي أن نكتشف بعض العلوم من علومي ثم في علم ذلك مش هنرى يبقى الأول شيء هو الإيمان الحياة دي النقطة الثانية هو التعلم والتعليم لا مفر من هاتين الكلمتين أبداً ليه التعلم والتعليم والمعرفة التطبيقية التجربية التعلم والتعليم والمعرفة التطبيقية التجربية وتدل على الإشارة إلى أن أول آية أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله ودعم بكلمة اقرأ ويقرأ هنا مش معناها يا محمد أنت أصلك ما بتعرفش تقرأ وتكتب لا مش أمية ومحه أمية لا أبداً 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 لازم تمحه أمية ولكنها الخوض في أعماق وأغوار المعرفيات العلمية الخوض في أعمار وأغوار المعرفيات العلمية القائمة على إيه؟ واحد التعلم البحثي زي ما أنا قلت في الأول ما عندناش مدنيات الأبحاث ولا الـ think tank اللي هو الكتة الفهمية الفكرية إلى آخره التعلم البحثي والحرص على اكشاف الحقائق المجردة التعلم التطبيقي التجريبي القائمة على الإسرار يعني أنت مصر على التعلم والطبق التجربة التعلم من الآخرين القائمة على التواضع والتواصل نقل العلم والمعلومة إلى الأجيال القائمة على بلاقيات المستقبل جعل ميزان إدارة شؤون حياة المجتمعات هي إيه؟ الحرية العدل المساواة والإخاء والقائمين على الإمام بالمحافظة على كافة مقادلات المجتمعات وسامة أرواح كافة المقادلات الخلاقية فيها يبقى جعل ميزان إدارة يعني نقل جعل ميزان إدارة شؤون حياة المجتمعات هي إيه؟ الحرية والعدل والمساواة والإخاء المقائمين على الإمام بالمحافظة على كافة مقادلات المجتمعات وسامة أرواح كافة المقادلات الخلاقية فيها فعلينا يا شباب النسير داخل هذه المسيرة نتكلم معنا في الحاجة وأن نخطف فيها الخطوة الأولى وأن نرسم بداخلها الخط الأول لأركام مسئلاتنا البديعة وأن نكتب لها أبجديات معرفياتها الموسوعية يعني أنا من موسوع معرفية حنحطها على الأبجديات وأن نكتب لها أبجديات معرفياتها الموسوعية ونوفر من أكلها كافة الألات الواترية اللازمة لعزم سنفونية خروج الحياة. ده اللي احنا مفروض نعمله يا شباب أنتوا تعملون ثم تأتينا هذه الأسئلة مرة أخرى يا شباب هي أسئلة استنكارية استفهمية أو استفهمية استنكارية. أول سؤال هل نستطيع أن نعيش فوق أراضي كواكب أخرى لأننا نكتشفها. ده أول سؤال ده أثنين هل ستكون الأجال قادمة أن نتعيش فوق هذه الكواكب قادرة على بناء نهاضات جديدة وتفشيل حضرات برديعة؟ ده السؤال الثاني ده السؤال الثالث هل سنستطيع نقل هذه المعلومات اللي أنا حصلنا عليها والخبرات إلى أبناء الكوكب الأرضي أو أبناء الكواكب الأخرى ولا لا؟ ده السؤال الرابع هل سنستطيع التعرف على كل الخرائق الأخرى الساكنة لهذه الكواكب ونتمكن من التعايش معها داخل مجتمعاتها داخل مجتمعاتها وننشئ مع مجتمعات جيدة؟ السؤال الخامس هل سنستطيع تزاوج من أبناء هذه الكواكب الأخرى؟ السؤال السادس هل سنستطيع أن خالق سبحانه وتعالى جزءاً ورنسيه من الأن من الدنيا؟ كل أسألة أسألة يعني هوا أسألة نسألها لكن لابد أن نفكر فيها لأن في أول كلمة نحن نقولها في الكلمة دي نوم هو التفكير خارج السندوق هل سنعيش نستطيع أن نعيش في كواكب أخرى بعد أن نشوفها؟ الأجيال القادمة هتعيش في فوق أرضي هذا الكوكب هتكون تقدر تبني من أحدات وشاهد حضرات هنقل المعلومات من الكواكب دي إلى الأرض وكواكب أخرى أنا هنتعرف على كافة خلائق الموجودة هناك في هذه الكواكب هل سنستطيع تزاوج من أبلاء هذه الكواكب؟ هل سنستطيع الخارج سبحانه وتعالى جزء من علم الأزلي ست أسألة دولة أنا حطتهم كل هذه الأسألة غريبة وغيرها تصبح بالنسبة لنا تحديات وأن كانت تبدو خيالية علمية وغير وقعية خاصة في إمتى في ظل الظروف اللي نحن عايشين فيها هذه الوقت في الصعبة يعاني فيها الكوكب الأرضي وأبناء منظومات الظلم والفساد والتغيان متغرغلة داخل أغوار هذه المجتمعات الأرضية لكن في نفس الوقت وأنا بساعد نفسي على محاربة الظلم والفساد في الأرض بفكر فيه أننا أحاول أكتشف المجرات والكواكب الأخرى والخلاق الأخرى يا شباب في انطلبنا العلا فلزامن علينا أن لا نكل ولا نمل أو نتعب أو نيأس أو نحبط على الإطلاق فإن العلا الذي نسعى إلى الوصول إليه هو العلا المجتمعي العلا المجتمعي القائم على العلا الإيماني القيمي الأخلاقي وليس المجد الشخصي والمنفع الفردية والمجد السريع لهذا هو العلا الباقي لكم جميعا أيها الشراء أشكركم جميعا وعلى صبركم علي وحسن استماعكم لي وقزاكم الله خير ولم يمكنش فيه أي تعليقات يا أخ علي خلاص نلوم نشكركم ونراكم يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في حلقة أخرى في نفس الحلقة بس باللغة الإنجليزية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته